وفقاً لأحدث التحليلات التي أجراها مركز الطرابات النوم فإنما يصل إلى 75% من طلاب المدارس المتوسطة و72% من طلاب المدارس الثانوية لا يحصلون على قصة كاف من النوم فيما يحتاج البالغون من 7 إلى 8 ساعات نوم كل ليلة ويوصى بالنوم من 11 إلى 17 ساعة للأطفال استغار ومن 10 إلى 13 ساعة للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة ومن 9 إلى 12 ساعة للأطفال من سن 6 إلى 12 عاماً ومن 8 إلى 10 ساعات للمراهقين وإذا كان الأطفال يعانون من صعوبة في النوم إليكم طرقاً لمساعدتهم على النوم بشكل أفضل التركيز على الاستيقاظ بساعات باكرة من الصباح فبحسب الأكاديمية الأمريكية لطب النوم فإن العلاقة ترضيتهم بحيث كلما استيقظ الأطفال باكراً زدت حاجتهم للنوم ليلاً واتباع روتين محدد عند النوم يحفز الشعور بالنعاس مثلاً قراءة القصص أو الكتب وتعد الشاشات من أهم أسباب بقاء الأطفال مستيقظين ليلاً وعليه ينصح الأطباء بتجنب الأطفال مشاهدة الشاشات قبل 30 إلى 60 دقيقة من النوم ولا تعود فقد النوم في عطلة نهاية الأسبوع إذ يعطل ذلك إيقاع الجسم الطبيعي ويصعب الأمر عليكم باتباع جدول زمني للنوم للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا في الستوديو بكل الوظائف المطلوبة منها بأفضل شكل كثير مهم النوم في مرحلة الطفولة لأنه هرمونات النمو أكثر تفرز في الليل فعشان نموه المناعة تبعت الجسم تصنعه وتساعده كثير النوم فيها بالإضافة للراحة النفسية والاستقرار النفسي خليل نحكي مشكلتنا في أي اضطراب نوم نحن ندخل في حلقة يعني أي مشكلة نفسية تخرب النوم وخربان النوم بيزيد المشكلة النفسية فإحنا مرات ممكن تكون البداية هون ممكن تكون البداية هون إذا أنت تعبان وما نمت ثاني يوم رح تكون تعبان أكثر فبالليل رح يكون أصعب عليك تنام وبندخل في حلقة من مشاكل جسدية وصحية ونفسية متتابعة جميل جدا دكتور يعني إذا بنا نحكي أكثر عن الأهل ربما لهم الدور الأكبر نحن نشوف الطفل لما يكون صغير الروتين اللي بتتابعوا الأهل لتعويض أطفالهم على النوم ربما هذا يؤثر عليهم ويعملهم الطلبات نشوف أهل لما يكون ابنهم صغير نام 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 وزن لزيادة من قبل الأهل كيف يجب على الأهل أن يتعاملوا مع الأطفال لتحقيق نوم هنيئ لهم وساعات معينة وتعويضهم أيضا على هذه الساعات زي ما شفنا في مرحلة الطفولة بيحتاجوا الأطفال ساعات نوم كبيرة وكل ما كبر الطفل أكثر كل ما قلت الساعات بس أول ما ينولد بيكون 17-18 ساعة يكون نايم فيها لحد ما يوصل لمرحلة المراهقة 8-10 ساعات الروتين مهم جدا 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 فبعض الناس اللي يعني بيخلوا فيه روتين هذا إشي كويس لأنه التقلبات والتغيرات هي اللي بتصنع مشاكل الكثير أهالي ما بيعطوا الطفل أولوي يعني دي طالين بك تطلع معنا دراجين بك ترجع معنا في أول فترة من حياته ضروري شوي نعطي الطفل أولوي بساعات نومه نأمن له بيئة مناسبة للنوم يعني ما تكون البيت حفلة وأغاني وهيك وتتوقع منه روح نام وهو شايف أنه الحياة كتير حلوة ورح يروح عليه كتير شهرات كل ما إحنا قدرنا نخفف من النشطات والصخب في البيت في فترة المساء ووقت النوم رح يساعد هذا الطفل كتير أنه ينام ومهم برضو بشكل عام ما نتعامل مع الأطفال كتير كأنهم أطفال يعني إذا بدك تحرمهم من السهرة وبدك يروح ينام ما تستغلب أنه رح ينزعج فممكن تتحطوا بالصورة أنه يلا معك نصف ساعة انبسط فيها أو يلا معك ربع ساعة يلا معك خمس دقائق يلا حانوا وقت النوم ولما يكون حانوا وقت النوم لازم تكون أنت مستمر كأهل مش إذا حكى لا بديش خلاص تحكيله وبلك الطفل عنيد لسه بدي أسألك هذا السؤال الأطفال أغلمهم بمرحلة عمرية معينة بقلده الأهل بشكل كثير كبير فإذا كان عندهم طفل عنيد وخلاص هو مقرر مدام أنتوا سهرانين أنا بأضل سهران هون شو لازم الأهل يعملوا بالتحديد لحتى يشجعوا الطفل على أنه أنت عندك ساعات نوم معينة كيف ممكن يدخلوا هذه المعلومات وكمية النوم الكافية للأطفال للعقول الصغيرة لسه العناد بيجي لما الطفل يكتشف أنه الطرق اللي ممكن يستخدمها بتأثر بقرارات الأهل لما مرة يبكي فيخلوه لما مرة يعصب فيخلوه لما مرة يعمل أي سلوك سلبي والأهل يستجيبه بيكون هو عرف كيف هو يعني في التربية بتصير الأمور عكسية بصير هو اللي عارف كيف يقوم بتربية الأهل وعارف شو المفاتيح مهم من الأول أن نكون ماخدين مشاعره وشعوره بعين الاعتبار ما نحط حاننا في موقف تحدي مع الأطفال وفي نفس الوقت نكون إحنا ثابتين على موقفنا وما بيتغير بسلوكيات منه خلص الخطة ثابتة موجود إذا أنت ناوي تخليه يسهر من الأول تخليه يسهر من الأول ما تحكيله لا بعدين نتغير رأيك برضو كثير مهم البيئة المناسب التاخذ يكون مناسب نتأكد أنه مش عم يعاني من أي مشكلة ما فيش إشي في باقي تشاغل باله وبيضل يفكر فيه ممكن يأثر عليه لما يجيب دينام النوم هي عبارة عن أنك أنت بتحكي لمخك خلص انتهى اليوم هل بدنا نرتاح لأجل يوم آخر فإذا أنت بتروح للتاخذ الكبار وصغار وإنت في مخك لسه فيه شغلة أنه أنا لسه ما خلصتها لليوم رح ضل مخك في حالة يقضى أنه أنا حاسس أنه أنا مش لازم أنام أنا لازم أكون يعني تخيل حكولك فيه رح يهجوم عليك أشخاص يضربوك في اليه رح تنام رح تنام رح تنام رح تنام رح تنتظر فمهم جدا أنه نحاول نفهم دماغنا أنه إحنا خلصنا كل شيء لليوم حانا وقت النوم أي شيء آخر أي مهمة جديدة فهي لبكرة افصل لازم يعني نعود أبنائنا أنه عند النوم بدك تفصل بين كل شيء عشته خلال اليومك وبين النوم دراسة خلصنا شغل خلصنا هلأ بدك تحكي لمخك ارتاح عشان نكمل بكرة طب دكتور من الخطوات التي يجب على الأهل اتباعها إذا لاحظوا أنه موجودة عند أبنائهم اضطرابات للنوم ومتى يجب اللجوء إلى طبيب نفسي بهيك حالات نحن في الأول بنمشي على النصائح اللي موجودة واللي بنصح فيها الأطباء وموجودة أونلاين وكل شيء اللي هي أهمها أنه نحدد ساعات التفكير ممكن في الأطفال كثير حمام ويساخن يساعدهم أنهم يدخلوا على النوم نتجنب الرياضة في الليل هاي خطأ شائع ناس بلعبوا رياضة في الليل عشان يتعبوا نام الجسم بتنشط أكثر لا الرياضة نخليها الصبح نبعد عن المنبهات نصيحة كثير مهمة أنه ما نظلنا نحاول ندخل في النوم يعني أنت خلال أول ربع تلت ساعة إذا ما غفيت رح تضلك أنت داخل في هاي الدوامة للصبح فأنت ربع ساعة إذا ما حسيت حالك أنك أنت رح تغفى بدك تقوم من اللي تأخذ إذا جربنا هاي النصائح وحاولنا فيها لفترة معينة والنوم ظل مضطرب بدنا نشوف مختص ممكن يساعدنا كلاميا ممكن يدخل سلوكيا أكثر بتفصيل نظام حياتنا وآخر مرحلة قد تكون مساعدة دوائية نعم دكتور إحنا بعيدا عن مساعدة دوائية خلينا نحكي شوي عن زيارة الطبيب النفسي ومفهوم زيارة الطبيب النفسي أحيانا عند الأطفال ربما بعض الأهالي عندهم خوف من مصطلح طبيب نفسي إنه وديت ابني على دكتور نفسي عشان عنده اطلبات نوم رح يكون في حديث ما بين الأهال إنه شو لا وليش توديه فإنت كدكتور ما نصيحتك للأهل اللي بلاحظوا إنه في عند أبنائهم اطلبات نوم شو لازم يعملوا؟ إحنا بشكل عام أي دماغ أي بني آدم هو عبارة عن جيناته وذكرياته فكل ما كبره وكبرت المشكلة معه كل ما صارت أعقد الناس بتخاف بتحكي لساته بكير حرام يروح على الطبيب نفسي أنا بحكي لساته صغير حرام ما يروح لأنه بس يكبر ممكن يتكون كثير صعب الأمور نعم وأكيد دائما مفهوم ثقافة الصحة النفسية لازم يكون موجود عند الأطفال منذ الصغر موجود وعن بزيد والنمو اللي عم بشوفه خلال آخر أكمن سنة كثير رائع وإن شاء الله ظن مصنع جميل جدا الدكتور ليث العبادي شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات نتمنى السلام